بسم الله الرحمن الرحيم صل يا ربي على صفوة الخلائق ومعدن الحقائق المحمد وعلى آله وصحبه والتابعين تحية طيبة للسادة المشاهدين فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القيروان شهدت في أوائل القرن الثالث هجري اضطرابات متعددة أفضت إلى نزوح الكثيرين من أهل القيروان وانتقالهم إلى مدينة فاس التي كان يحكمها إدريس الأصغر وهذه المدينة أقيمت فيها عدوة للأندلسيين تقابلها عدوة القيروانيين ويسمون القرويين وكان من جملة من نزح إليها بنتان شقيقتان فهريتان كلتاهما من الأصل الدموي لعقبة بن نافع الفهري إحدى هاتين الشقيقتين تسمى فاطمة الفهرية كان لوالدهما ثروة كبيرة توفي فورثتاها وبقيتا تفكران ما الذي تفعلانه بهذا المال الكثير فنمى إلى إدراك أولاهما المرحومة فاطمة الفهرية التي تسمى أم البنين وسميت بذلك لعطفها على الصغار ورغبتها في إيوائهم والإنفاق عليهم أم البنين هذا توجهت إلى إقامة جامع بعدوة القرويين سمي جامع القرويين في سنة 245 هجري وتحول إلى مركز علمي نابض منذ ذلك الزمن إلى الآن وهو مفخرة من مفاخر العالم الإسلامي التي نقف تقديرا لها وتقديرا للذين تخرجوا منها وأفاضوا علينا من العلوم ما نعلمه وما لم ندركه فضلا عن علمائها الحاضرين الذين يبقون على منهج التربية والتعليم الإسلامي بينما تولت شقيقتها بناء جامع بالعدوة المقابلة سمي جامع الأندلس والذي يهمنا أن القيروانة ولدت جامعة جديدة هي جامعة القرويين تنضم إلى جامعة الزيتون التي كنا تحدثنا عنها لتشكل ثنائيا هاما هو بنفسه يحتاج إلى تعزيز بعد حين لأن الفاطميين الذين حكموا بالمهدية وهي إحدى مدن الوسط التونسي على الساحل رأوا أن من مجبات توسع ملكهم أن يخرجوا من ضيق شمال إفريقيا وإفريقية بالذات وأن ينتقلوا إلى المشرق وفكر عبيد الله المعز لدين الله الفاطمي فكر في أن يقيم مدينة جديدة طلب من قائده جوهر الصقلي أن يقيمها وأن يبتدأ فيها بجامع وأن يسميها القاهرة فتوجه جوهر الصقلي الذي تجدون قبره حين الدخول إلى المقبرة التي تلي جامع الأزهار لتجدوه القبر الأول على اليمين جوهر الصقلي أقام مدينة سماها القاهرة وأقام مسجدا فيها هو الذي بنيت الحارات حوله سمي مسجد القاهرة لكنه سمي بعد قرن من بنائه سمي بالجامع الأزهر إشارة إلى علاقة العبيديين الذين بنوا هذا الجامع وبنوا مدينة القاهرة علاقتهم بفاطمة الزهراء فسمي الجامع الأزهر وهو الذي أقيم سنة 361 هجرية والذي شهد في تاريخه حملات متعددة عليه كان من بينها حملات أفضت إلى إغلاقه مدة من الزمن بعد انقضاء حكم العبيديين بقي قرنا كاملا لم يفتح هذا الجامع في انتظار أن تنقضي عقائد العبيديين المجسمين وبعد قرن فتح من جديد ليقوم بمهمة الإشعاع العلمي التي تعتبر أكبر مهمة تقوم في المشرق بل في العالم اليوم باسم الإسلام تحية للقرويين وتحية للأزهر الشريف وللعلماء العاملين في هذين المعلمين الدينيين العلميين المفضيين إلى إثباتي أن الشرق والغرب يد واحدة وجسم واحد متفاعل وأن الأصل واحد والفروع تتشابك فيما بينها لتقيم صرحة مجتمع إسلامي ينظر إلى مستقبل زاهر إن شاء الله تحية لكم معاشر السادة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة